تحذيرات أممية جديدة من توقف البرامج الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين التحذيرات هذه المرة جاءت من منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليس جراندي في أعقاب لقاء أجرته الثلاثاء مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد التحذيرات الأممية ليست جديدة فهي تكرار للتصريحات التي سبق لمدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن أطلقها في السابع عشر من الشهر الماضي واضعاً الحوثيين في مأزق خطير دفعهم إلى تصعيد ضد البرنامج لكن لتصريحات جراندي تداعياتها المزعجة لقادة الميليشيا في صنعاء خصوصاً وأنها أطلقتها من العاصمة السياسية المؤقتة عدن وتعززت بمطالبات من رئيس الحكومة إلى المنظمة الدولية بأن تسمي الحوثيين كطرف معرقل لتوزيع المساعدات الإنسانية دون مواربة هذه واحدة من المرات القلائل التي تزور فيها منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليس جراندي مدينة عدن في الوقت الذي تقوم بمهمتها بشكل كامل من العاصمة صنعاء الخاضعة حالياً لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية جراندي اعتبرت أن السمرار الصعوبات والعراقيل وعدم الاستجابة لحلها قد يؤدي لتوقف بعض برامج الأمم المتحدة الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وشددت على السمرار الأمم المتحدة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الدائمة لليمن والعمل في الملف الإنساني والإغاثي لتجاوز التحديات والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد لقاء رئيس الوزراء بمنسقة الشؤون الإنسانية بحث على وجه الخصوص الصعوبات التي تواجه تحركات الأمم المتحدة الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفقاً لوكالة الأنباء اليمني السباء التي ناقلت عن رئيس الوزراء تصريحات عبر فيها عن القلق من توقف برامج إغاثية نتيجة لتعنت الميليشيا الحوثية في تحويل مسار الغذاء والدواء عن الفئات الأكثر احتياجاً حتى هذه اللحظة لا تزال الأمم المتحدة تطبق قرار التعليق الجزئي للمساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وهو قرار تقول الأمم المتحدة إنه اتخذ كملجأ أخير بعد توقف المفاوضات المطولة مع الحوثيين حول الاتفاق لإدخال ضوابط لمنع تحويل الغذاء بعيداً عن بعض الناس الأكثر ضعفاً في اليمن